في ملفنا الثاني في غرفة الأخبار وفي تحرك ديبلوماسي هو الأول منذ أكثر من ربع قرن أجرى اليوم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير محادثات في بغداد مع كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره العراقي في الخارجية إبراهيم الجعفري زيارة الجبير وإن كانت من أبرز نتائجها الإعلان عن قرب تعيين سفير سعودي جديد في بغداد إلا أنها جاءت لتعيد ديبلوماسية الرياض إلى الواجهة العراقية في وقت يقول فيه كثيرون إن إيران هي وحدها من استفادت من الفراغ الذي تركه الغياب العربي في العراق وهي من وقفت دائما في وجه أي بوادر تقارب بين بغداد ومحيطها الإقليمي والخليجي في ضيافة العراق حل وزير الخارجية السعودي على طاولة المضيف ملفات أرجحت العلاقة بين البلدين لعقود قبل أن تحمل أول وزير خارجية سعودي إلى بغداد منذ العام 1990 نأمل أن تلعب هذه العلاقة دورا مهما في تحقيق المصالح ودفع الأخطار المشتركة وبنفس الوقت أيضا تحريك بعض الملفات التي تدخل في صالح البلدين يعني لدينا منافذ حدودية تطويرها فتح مركز أجميمة والتعاون في المجال الاقتصادي أفاق كثيرة جدا ممكن أن يصير التعاون بينناتها في الشكل تكاد تبدو الزيارة عادية وفي السياق أبعاد متعددة لها ليس في الأبعاد فقط عودة الحرارة لروابط تسمت بالبرودة قرابة ثلاثة عقود وليس فيها فقط استعادة لعلاقات ديبلوماسية استؤنفت العام الماضي ثم علقت في أعقاب هجوم على السفارة السعودية إثر انتقاد السفير السعودي آنذاك للدور الإيراني في العراق فيها تطلع لعلاقات مميزة قال عادل جبير إن المملكة تأملها مع العراق نتيجة لتاريخ ومصالح مشتركة مؤكدا وقوف المملكة على مسافة واحدة من كل أطياف الشعب العراقي نحن نقف على نفس المسافة بين العراقيين من ناحة العرق أو المذهب أو الطائفية أو الدين ونحن يؤلمنا كثير قتل أي عراقي من قبل أي عراقي آخر ونهني الحكومة العراقية على النجازات التي حققتها في مواجهة الإرهاب أما مكة ربي في سعودية والعراق يواجهون آفة الإرهاب حديث استكملته بغداد بالكشف عن نية الرياض تعيين سفير جديد لها في بغداد كما أبلغها الجبير في خطوة يؤمل منها أن تطوي تاريخا ابتعدت فيه بغداد عن حضنها العربي ومعنا من الرياض الكاتب والباحث السياسي دكتور علي الخشيبان أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية يعني خطوة لافدة من رئيس ديبلوماسية السعودية أن يزور بغداد وترحيب عراقي كبير هل هذا يعني طي صفحة الأزمة مع السفير السعودي العام الماضي ثامر السبهان أم أن الضرورة الملحة وهي مواجهة الإرهاب فرضت نفسها على هذه الزيارة أولا بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنه يعني يجب النظر إلى أن العلاقات السعودية العراقية هي ليست جديدة ومستجدة العلاقات السعودية العراقية هي علاقات قديمة جدا وأعتقد أنه يعني ما حدث يعني خلال السنوات الماضية وخاصة بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق وأن هناك فراغا قد ترك ملئة بشكل خاطئ وأعتقد أنه حان الوقت لأن يملأ هذا الفراغ من جديد بشكل صحيح ولذلك أنا أعتقد أن العراق دوما هي عربية وستظل عربية وبعدها الاستراتيجي هو بعد عربي وليس أكثر من ذلك ولذلك أعتقد أن العلاقات السعودية أولا المملكة العربية السعودية وهي رائدة في المنطقة عليها الدور الكبير وهي تمارس هذا الدور باعتبار أنها قائدة في المنطقة احتواء العالم العربي كله فلذلك أعتقد أن هذه الزيارة كسرت الكثير من الحواجز التي كانت قائمة وأعادت المياه إلى مجاريها وهي بالتأكيد أنها تصحح الكثير من الأخطاء التي حدثت نتيجة اضطرابات سياسية ساهمت فيها دول كثيرة ولذلك أعتقد أن هذه الزيارة هي تصحيح لمسار العلاقات العربية العربية أضف إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية جادة وصادقة في نياتها نعم ولكن دكتور تصحيح هذه العلاقات التي تتحدث عنها دونه عقبات كبيرة تحديدا يعني الأجندة الإقليمية للعراق دور الحشد الشعبي وهو كان سبب الأزمة الديبلوماسية العام الماضي مع السفير السعودي ثامر السبهان كل هذه التفاصيل هل من السهل تجاوز كل ذلك وتحديدا الأجندة العراقية والتزامات بغداد لعادة العلاقات إلى طبيعتها أنا أعتقد أنه يعني بالطرق الدبلوماسية كثير من القضايا يمكن حلها وأعتقد أن هناك مصالح متبادلة تجعل العراق يتنازل عن كثير من القضايا التي كانت ظاهرة على السطح لصالح هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية وخاصة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية فيما لو فتح المجال سيكون كبير جدا حاجة العراق إلى المملكة العربية السعودية كبيرة جدا فالمملكة العربية السعودية ظلت طوال عقود من الزمن وهي تحتضن جزء كبير من الجالية العراقية والعاملين العراقيين في المملكة العربية السعودية أضف إلى ذلك التداخل الثقافي والاجتماعي أعتقد أن هذه الزيارة ستساهم في حل حلة الكثير من القضايا التي كنا نراها مستعصية وخاصة أن المملكة العربية السعودية أيضا في هذه الزيارة ومن خلال معالي وزير الخارجية تقدم للعراق أنها ستقوم بتعيين سفير جديد بدل السفير السابق وأكدت أنها تقف من جميع الأطراف بجميع طيافهم وبجميع تنوعاتهم في نفس المسافة هذه اللغة الدبلوماسية وهذا التعامل وهذا الترحيب وهذا التقارب أيضا سينعكس على زيارات متبادلة سنراها قلال الأيام القادمة بين المسؤولين العراقيين والسعوديين أضف إلى ذلك أن الرحلات كما جاء في هذه الزيارة تشغيل الخطوة الجوية الرحلات الجوية بين الرياض وبغداد يبقى أيضا الحدود المشتركة وأيضا المعابر البرية وأهمية النقل البرية هل سيكون من السهل الالتزام بغداد بهذه الخطة الأمنية المحكمة بإشراف السعودية لضبط هذه المناطق الحدودية الشاسعة أعتقد أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على ضبط حدودها وأعتقد أن التزام العراق وحكومة العراق مع المملكة العربية السعودية واتفاقهم المبدأ على فتح معبر جديدة هذا يدل على أن هناك التزام قوي من الطرفين والمملكة العربية السعودية لن تغامر بفتح حدود دون أن يكون هناك التزام مثبت ومكتوب وواضح من الطرف الآخر وأعتقد أن هذه أحد الأدوات الرئيسية التي ستسهل وتقوي العلاقات بين البلدين بشكل أكبر ولذلك العراق دائما ظل وسيظل هو أقرب إلى جيرانه العرب وخاصة للمملكة العربية السعودية حيث مئات الكيلومترات التي تربطه بالمملكة العربية السعودية كحدود ولذلك هذه الزيارة نعتبرها نقلة نوعية حتى في الشكل العربي كامل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها لأن تطورات هذه العلاقات ستقلب موازين كثيرة في المنطقة ومهما كان من الأطراف الأخرى التي تحاول أن تفسد هذه العلاقة إلا أن تقوية العلاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق سيكون محور أساسي مغير أساسي لكثير من القضايا وسيدفع بالكثير من الذين يتدخلون في المنطقة العربية بالتراجع وإعادة التفكير في مثل هذه الأمور الكاتب والباحث السياسي دكتور علي لخشيبان كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك أهمية هذه الزيارة لوزيرة الخارجية السعودي إلى بغداد نتابعها مع شانطال بأبرز تعليقات ومشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تصلنا باستمرار تغريدات كثيرة روبير صدناها حول هذا الموضوع فرج يغرد الليلة العراق بلد عربي وزيارة الجبير طبيعية وتوتر العلاقات العربية العراقية كان بسبب التدخلات الإيرانية من رأي فرج إلى عبدالله يقول في تغريدته زيارة عادل جبير لبغداد اختراق للجدار الذي حاولت إيران من خلاله جعل العراق تابعا لها عبر تدخلها المستمر في شؤونه الداخلية سمير أيضا تحدث عن هذه الزيارة زيارة وزير خارجية عادل جبير لبغداد أفضل ما فيها أنها كانت مفاجئة وهي خطوة جميلة نتمنى أن تكون موفقة وناجحة والتغريدة الأخيرة لناصر معنا هل زيارة الجبير تعني فعلا حصول تغيرات من قبل الحكومة العراقية بتقليص الدور الإيراني؟ هذا السؤال يبقى مفتوحا للأيام المقبلة روباة وأهمية الإجراءات التي أيضا ستتخذها الحكومة العراقية في ضبط هذه الحدود وأهمية عودة العمل إلى المعبر الحيوي للعراق مع السعودية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا